يعني أنتوا قولوا أخبار مضروبة وإحنا نطلع نقول لمصر كلها والكل اللي بيتفرجوا علينا أو نعريكم قدام أو نكشف الكذب قدام مصر كلها قدام مصر كلها بنقول هي عجبني جدا الكابتن سيف زاهر مبارح والأول مبارح في بعض الأوقات بنختلف ولكن كابتن سيف زاهر عجبني جدا مبارح وفي كلامه وفي عرضه لما حدث في موضوع محمد الشناوي وإمام عشور العكس تماما عن ما قاله كابتن محمد فاروق سبحان الله كابتن شبير مبارح أنا شكرته على الهوى لأنه كذب الأمر مباشرة لما طلع برضو الغير صادق أو بعض الغير صادقين تكلموا وقالوا كذا وكذا وكذا فكابتن شبير طلع على طول قلت ده في نهاية الفيديو ما حصلش طبعا الكابتن شبير بيقول أخبار سليمة مية في المية كابتن سيف زاهر الحقيقة مبارح في كلامه مهم جدا جدا أنت عرفوا أنه لم يكن كله سليم مية في المية فأنا بشكره وبشكر إعداده وبشكر إعداده ليه؟ لأنه بحث عن الحقيقة بشكر إعداد كابتن سيف زاهر لأنهما كابتن سيف ما عندهش أغراض بالمناسبة في بعض الأوقات بينتقد الأهلي ولكن كابتن سيف هو بيتكلم ما عندهش أغراض مش عايز الأهلي يقع في موضوع مبارح تحديدا يعني لو الانتقادات موضوعية اللي بينتقد بينسيق يعني يقوله اللي انت عايزه اللي انت عايزه تقوله ولكن ما عندهش أجندة ما عندهش أجندة زي غيره كابتن شبير طبعا يعني مش أنا اللي حتكلم عن كابتن شبير ولا حقدر أتكلم عن كابتن سيف ولكن أنا بتكلم على حاجة حصلت مبارح الحقيقة قدامي وقدام مصر كلها والناس كلها شافتها فعشان كده قول زي ما تقول قول زي ما تقول وعمل زي ما تعمل محدش هيصدقك ومحدش هيتفرج عليك ومحدش هيبصلك وخلي بالك أنا مش هرد عليك تاني مش هرد مش أنا محدش في الأهلوية كلهم هيرد عليك تاني خليك انت يعني دايرة قول الكلام ورجعه لنفسك قول الكلام ورجعه لنفسك مين الكلام خلي بالك الجمهور عارف مين الصادق ومين الغير صادق مهما كان الاسم يعني فانت جمهور الاهلي تحديدا عارف مين اللي بيجدب ومدلس ومين الغير صادق ومين الصادق فمش دا اللي بيحصل عندنا في الاهلي وزي ما قلتلكو احنا اكبر من الكلام دا احنا عندنا تقاليد ولوايح بتسري على الكبير والصغير ما عندناش خنائات احنا عارفين ان فيه خنائات كتيرة بتحصل فيه عندها اخرى ولكن انا ما عندش ولو حصلت خنائة معروف مين اللي غلطان فيه لايحة بتتطبق من غير وجع دماغه ومن غير اصل دا مسك في دا والكلام دا عمرها لن تصل الى الاعلام اساسا ولو وصلت دا شيء طبيعي جدا ان احنا نشوف اتنين بيتخنقوا مع بعض اتمنى ان الناس دي تطلع تتكلم عن مثلا امبارح الحياة في مركة الاسبانية نشرت حوار يعني ورجعت عملته تاني الكلام كان يمس كرة القدم المصرية ومش اول مرة يعملها او يعملوها خلال هذه الفترة يعني انا شخصيا ما بحبش المدرب اللي بيتكلم على لعبته مهما كان الحياة ولكن اوكي اتمنى على فكرة ده اختبار للحياة دي في التناول المستاذ اللي قال هذا الكلام هيطلع يقوله اللي قال الكلام على الاهلي الكتب اللي عن الاهلي هيطلع يقول هذا الكلام الواضحة اللي مكتوبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة